موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم من جديد في ورقة من أوراق مذكرة ورقة مذكرة اليوم كتحمل طاريخ 22 يناير 1989 والمكان هو ملعب المنزه بيتونس الخضراء مباراة اليوم تدخل في إقصائيات كأس العالم المؤلة 1990 والتي تجرت في إيطاليا المباراة اليوم كيف ستلاحظون بأنه كانت تشكل المباراة 35 في الديربي الجهوي بين المغرب وتونس والتي كانت تخرج في طرق بعضياتنا مباراة اليوم سترى فيها من جمعة من الأسماء ربما الجيل الحالي ما غالي تذكرهم شمية الحسن رفاهية كيعرفهم بالعكس بالاسم ولكن شكل ديالهم وشافهم كيلعبو كنظن بأنهم الجيل اليوم غالي عاودي يكتشفهم من رأخرة كحسن رفاهية كالشوش كالأشهابي كافتاح الغيادي وواحد المجموعة عزيز بودربالا وواحد المجموعة من الأسماء اللي بلاد البلاء الحسن واللي كان العطاء ديالها دائما في المستوى ديال الأسماء ديالها مباراة اليوم كيف ستلاحظون هذه الأسماء اللي كانت تفرح من اللي كانت تم النداء عليها لحمل قميص الوطني وكان عرف بأنه هذا سر كانوا قالوا لأحد المجموعة ديال اللاعبين نهار اللي كيتتعلن عنه هذيك الليلة ما كين عاش بالفرحة كانت عندهم غيرق على المايو وعلى التوني ديال الفريق الوطني ما كانوا كيتتنوا لا هدية ولا قوانبت السكر ولا من يرغبهم باش يجيوا يدافعوا على القميص الوطني اللعاب هادو اللي غادي تشوفوا ما كان عندهم لا وسيط ولا شناق كانوا كيغيروا على البلاد وكيغيروا على العالم ديال البلاد وكلمات من نداء ديالهم ما كيتأخروش حقيقة حتى بعض اللاعبين ديالنا اليوم ما كيتأخروش ولكن ربما لسوء التعامل أو لسوء الكومينيكاسيون اللي ما كيكونش أو الاتصال ما كيكونش بعض بعض المدربين هو اللي كيجعل هذك النفور يكون بغض النظار على شباب اللي جايين طالعين ونثمنوا بأنه تكون عندهم غير الوطنيين اللي كانت عند اللاعبين ديال الأمس ولو أننا ما كان نكروش وما كان حيدوهمش وما كان نجردوهمش من روحهم الوطنية مباراة اليوم مباراة كالمدرب دياله هو فالانتي والمدرب فالانتي البرازيلي غدير حل من بعد هذا المباراة وغادي جي محلو أنتونيوني أنجيلو اللي غادي ساعدو عبدالابليندا وهو اللي غادي خوض المباراة المقبلة وغا تكون المباراة اللي من بعدها أمام زامبيا عوجيليلو غادي كمل مع المغرب لغاية المباراة الأخيرة مع تونس ومن بعد غادي كون كيدرر بفريق الجيش فريق الجيش اللي غادي فوز مع هذك السنة بالبطولة ومن ثم ماك غادي رحل الطالية إذا الفرجة ممتعة مع الزميل ساعد زادوك وتفقوا على خير وبسلام عليكم اشتركوا في القناة